لجنة تعقبها أخرى ومجلس يشكل بأسماء رنانة ووعود تملأ الدنيا بقرب الإنجازات كل هذا لمحاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في الدولة فكيف إن كانت الدولة ذاتها قائمة على الفساد آخر صيحات موضى الوعود التي تسبق الانتخابات كانت إعلان رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة عليا للإصلاح برئاسته وعضوية وزرائه بالإضافة لمحافظ البنك المركزي وبصرف النظر عن العلة الأساس بإيكال مهام محاربة الفساد لمتهم به أصلا فإن هذه اللجنة تحوز الرقم 20 لعدد اللجان والمجالس التي شكلها الكاظمي بدءا من محاسبة قتلة المتظاهرين وليس انتهاء بالتحقيق في كل أزمة كبيرة تلم بالعراق وعود الإصلاح لا تصطدم بجدار الزيف فقط بل بالحجم المهول للفساد المالي في البلاد حيث قالت منظمة الشفافية الدولية إن الحكومات المتعاقبة أهدرت 300 مليار دولار منذ عام 2003 وهذا ما جعل العراق في طليعة دول العالم الأكثر فسادا بالمرتبة 160 من أصل 180 دولة تقرير الشفافية الدولية اختصر عيوب العملية السياسية برمتها عندما أشار إلى فساد النظام السياسي الذي يرهق كاهل الدولة بالقروض ويحرم الشعب العراقي من حقوقه الأساسية ولعل تشخيص المشكلة أولى لبنات الحل التي تختصر بإسقاط النظام الحالي المعتل وتردل أحزاب الفاسدة هذا اعتراف رحيم العقالي رئيس هيئة النزاهة السابق نتائج تلك اللجان قد تودي برموز النظام السياسي أو شخصيات كبيرة فيه يعني في ملف مكافحة الفساد دائما ما أستشهد بكلام سيد علي الأديب حينما يقول إذا تم فتح ملفات الفساد بشكل كامل سينهار النظام السياسي لأن معظم الرموز السياسية أو إذا نم يقول كلها متورطة في الفساد وكذلك متورطة في قضايا الانتهاكات والقتل وبالتالي هذه اللجان لن تخرج منها نتائج لجنة الكاظمي هذه تذكر بمجلس سابق أنشأه عادل عبد المهدي أحد كبار المتهمين بالفساد لمحاربة الفساد ولم يخرج بأي نتائج كما جرت العادة لتبقى وعود الإصلاح محصورة بين تسويق الانتخابي الرخيص وبين صراع سياسي يظهر للعلن أحيانا قد تكون صرخات ثوار تشرين هي الوعد الحقيقي الوحيد باقتلاع الفساد ترجمة نانسي قنقر